توقعاتي التي دمرت حياتي بارتو لعام 2019 توقعاتي لمؤتمر الدبري دبري دي سي لعام 2019 خلونا نبلش ونقول بسم الله فضل انترو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية جماعة معاكم واخوكم من وافل السويد وهالسنة واليوم راح نسولف عن التوقعات لمؤتمر المطورين واللي ممكن نشوفها هالسنة للانظمة ولأجهزة ابل ان شاء الله بداية مع الابل تي في شنو ممكن نشوف الابل تي في الابل تي في او الابل تي في او اس تي في او اس تيرتين متوقع ان يكون في تغييرات بسيطة ما في كلام كثير عنه خاصة بعد ما تم تحديث تطبيق التي في وراح نشوف اضافات في نهاية العام مع تقديم الابل تي في بلوس لكن بشكل عام النظام راح يتم تقديم في اشياء بسيطة بس اتمنى انه ظن يخيب وتوقعاتي تخيب ويقدمون شي قوي نشوفها لنظام التي في او اس ثاني شي عندنا الماك او اس تن بوينت ففتين لنحن ما ندري شنو ممكن يسمونه في اشياء ندري عنها من العام الماضي مثل التطبيقات الشاملة او اليونيفيرسل ابس يعني التطبيقات اللي ممكن تشتغل على نظام الماك وتشتغل على نظام الاي او اس هذا الشي راح يعطي حرية للمطورين ويعطيهم سهولة اكبر بتطوير التطبيقات مرة واحدة لعدة انظمة فتقل عليهم التكاليف ويقل الوقت ويستفيد المستخدم ويزيد استخدام متجر التطبيقات في الماك فراح تكون التطبيقات تدعم العمل سواء باستخدام اللمس او باستخدام التراكباد او الماوس كذلك متوقع تقديم تطبيقات يديدة تقسيم الايتونز فراح يتم تقديم تطبيق للموسيقى تطبيق للبودكاست وراح يتم ايضا تحديث تطبيق الكتب بجانب تقديم تطبيق الشورتكات للماك كذلك متوقع اضافة ميزة الايباد ان يكون شاشة اضافية للماك فممكن تستخدم الايباد مالك الايباد برو ان يكون شاشة اضافية للماك نية حق الشيء اللي انا اكثر شيء ناطره بالمؤتمر وهو الواتش او اس 6 نظام الساعة هالسنة اتوقع هو اللي راح يكون نجم المؤتمر راح نشوف تغييرات واضافات كثيرة للنظام راح تحسن كثيرة كثيرة راح تحسن كثيرا او تحسن كثيرا من تجربة المستخدم فمتوقع تقديم تطبيقات يديدة مثل تطبيق الدوز للتذكير بوقت تناول الادوية كذلك فيه كلام يقولك راح يتم تطبيق اسمه سايكلز خاص حق البنوتات للتذكير بهذا الشيء يصير عندهم كل شهر كذلك متوقع الاعلان عن متجر خاص لتطبيقات الساعة هذا بالنسبة لي شيء وايد كان منتظر ومهم ان يكون فيه ستور خاص حق الساعة وتطبيقات الساعة كذلك راح يكون فيه اضافة يديدة كذلك راح يكون فيه واجهات للساعة اكثر فيه يقولون انه ممكن يكون فيه واجهة فيها ارقام عربية او شغلة من هذا الجانب بس ما فهمتها عدل شنو ننتظر المؤتمر ونشوف ان شاء الله شنو راح يتم تقديمه واخيرا نأتي لحبيب الكل واللي وايد يكرهون ايضا وهو الاي او اس 13 طبعا خالصي ما يبيه لروح تعالوا كلامه هذا دارك مود خالصي هذا خالصي منه ايضا متوقع تعديل اشعار الصوت لمعفن يا رب يا رب يفكوننا منه لانه خلاص خلاص 12 سنة كافي تكفون كذلك متوقع الاعلان عن مود يديد للنوم من ميزاته انه يوقف التنبيهات ويقلل الاضاءة علشان يعطيك تجربة افضل اثناء النوم هذا بالنسبة للاضافات كذلك متوقع يكون فيه تحديثات لتطبيقات الايميل والرسائل والخرايط والتنبيهات وتطبيق الصحة كذلك وتحسينات على الاداء وتسريع النظام هم متوقع انه يتم تغيير الواجهة الرئيسية للايفون والايباد وتحسين لواجهة الابل كار بلاي بالنسبة للنظام راح يكون فيه تغيير الاكبر على جهاز الايباد فمتوقع تغيير الواجهة للايباد والايماءات راح يكون فيه ايماءات يديدة لجهاز الايباد واضافات لتعدد المهام وبالنسبة للاضافات اللي ممكن ايضا نشوفها في المؤتمر يقولون يعني على العهدة على الراوي انه راح يكون فيه امكانية اضافة خطوط يديدة على الجهاز والتحكم فيها بقسم خاص بالاعدادات كذلك راح يكون فيه تحديث على واجهة الشاشة شاشة المشاركة او الشيرشيت راح يكون فيه تعديل عليها السفاري بالايباد راح يعرض المواقع مثل الكمبيوتر مو مثل نسخة الموبايل بشكل تلقائي كذلك متوقع زيادة مدة اللايف فوتو اضافات لخاصية وقت الشاشة او السكرين تايم لتتبع الاطفال ومنه ممكن يتصلون ووقت تحديد ايقاف الجهاز وشغلات شديدة وايد يعني كذلك تعديل على تطبيق الملفات تقديم ايموجيز يديدة كذلك تقديم تطبيق يديد اسمه فايند ماي للبحث عن الاجهزة فراح يشملون فيه مثلا فايند ماي ايفون فايند ماي وتيفر ديفايس الزائد فايند ماي فرند هذا بشكل سريع الاشياء المتوقع تقديمها بالمؤتمر انا صراحة وايد متحمس لهذا المؤتمر اتوقع راح نشوف اشياء راح ترضينا وتونس المطورين وراح تونسنا ان شاء الله وراح يقدمون لنا اشياء جبارة في المستقبل ان شاء الله واذا كانت هذه زيارتك الاولى للقناة اتمنى اشتراكك وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصل لك تنبيهات مقاطعنا اول باول وهذه حساباتي في شبكات التواصل الاجتماعي خاصة تويتر تابعوني لانا راح انقل لكم المؤتمر ان شاء الله يعني الاحداث اللي راح تصير من المؤتمر باذن الله عن طريق حسابي في تويتر نشوفكم ان شاء الله بعد المؤتمر ونتكلم عن اللي تم تقديمه والاعلان عنه في المؤتمر باذن الله شكرا لكم على المتابعة نشوفكم ان شاء الله مع السلام